اشتركوا في القناة همه الأساسي تحقيق التوازن ما بين تحدي الاقتصادي والتحدي الصحي هذا هو الحوار اللي قاعد يتم الآن على الطاولة صحة واقتصاد إضافة للأمور الأخرى اللي هي مهام كل الوزارات فلما تتكلم عن التشغيل وتتكلم عن العمل وتتكلم هو الكل متضامن والكل قاعد يشتغل والكل يعني أربع يحنا منعقدين تقريبا 24 ساعة في اليوم كمجلس وزارة من خلال الواتساب من خلال الميتنجز من خلال اللجان كله بهدف كلنا مدركين كلنا مدركين بأنه اليوم الجائحة لها أثار صحية والجائحة لها أثار اقتصادية ما فيه واحد في المجلس بيقولك لا ولا فيه واحد في المجلس يدخر جهده ولا فكره وبعدين أقول لك شغلة مهمة نصطدم كلنا بواقع بيقولك فيه ما فيه فلوس بنظل اللف زي المية لحد ما نلاقي فلوس فقلينا أعطيك فكرة بسيطة كيف العملية ممكن تتم أولا وزارة العمل بشكل عام تحب أعطيك بريفة كسرية للإخوان حتى مشاركة بعجالة أرجوك تفضل طبعا يعني بس مهم جدا يعرفوا أن وزارة العمل شو بتعمل وزارة العمل بتنظم سوق العمل العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل فهي بتنظم العلاقة بينهم وبتنظم سوق العمل والتشريعات النظمة له أيضا بتحاول تعمل مبادرة تشغيل فهذا جزء ثاني بس هي مش المسؤولة عن التشغيل لأن الاقتصاد الأردني مسؤولة عن التشغيل وزير العمل إضافة لعمله كوزير عمل هو رئيس مجلس إدارة عدد من المؤسسات منها مثلا صندوق التنمية وتشغيل فهذا اسمه تنمية وتشغيل وهو أيضا رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي وهو أيضا رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية المهارات التقنية والمهنية وهو أيضا رئيس مجلس إدارة مؤسس تدريب المهني اليوم الفكرة كيف تخلي هذون المؤسسات تتناغم حتى تتحقق الهدف وذن قطاع الأعمال أو قطاع العبد وعطيك بعض المعلومات اللي أيضا بأعتقد كثير من المشاهدين بنتظروا يسمعوها صندوق التنمية وتشغيل صندوق التنمية وتشغيل صندوق أنشئ بالأساس مشان يحقق تنمية وتشغيل فكرته أنه هاي فلوس بناء على فكرة مجدية وتوكل على الله واشتغل حقق هدفك كمواطن وشغل ونمي هذا الصندوق يعطي حوالي أو عنده حوالي استثمارات بحوالي 100 مليون دينار أردني يستفيد منه الآن 26 ألف أردني وأردني حول المملكة 100 مليون 100 مليون طيب خلينا أقول لك شو سويني خلال أنا بحكي طبعا أدرك شغلة مهمة أخي محمد والإخوان إحنا إلنا تقريبا ثلاثين يوم يعني أيام عمل مع كورونا مع هذا تقعد تحكي عن فترة بسيطة جدا لكن كل التركيز كان على أن نخلص من القضايا العالقة ونعطي الناس طمائنينة مشان يستمروا في عمله أولا تم إعداد خطة متكاملة لمقترضي صندوق التنمية وتشغيل وتم رفعها لمجلس الوزراء ورح تسمعوا بإذن الله تعالى أخبار طيبة جدا قريبا جدا تمام؟ ما هي الأخبار؟ ما هي الأخبار طيبة؟ أولا إعادة الجدولة للستة وعشرين ألف